السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسهلا بكم في درس جديد واليوم نتابع حديثنا عن Angular Framework في الدرس السابق طبعا بنينا هذا الابلكيشن البسيط الجميل اللي قدامكم اللي هو عبارة عن To Do App واللي بيقدر اليوزر طبعا انه هو يضيف To Do's بيقدر يحطها completed او لا وبيقدر يضغط على delete لحتى يحذفها بالكامل تمام؟ واليوم الدرس طبعا رح نركز اكثر على الامور المتعلقة بالABI التعامل مع ABI وهي الامور هذا الجزء الاكبر رح يكون من درسنا لليوم طبعا الدرس السابق ضروري تكون شايفوه لحتى تقدر تكمل معنا رابطه موجود في الاعلى تمام؟ وايضا طبعا رح يكون بعض الامور البسيطة ايضا رح نتعامل معها مثل لحتى نقول له انه باول ما تبدأ نفذ الامر الفلاني مثلا او اول ما يعملت update نفذ الامر الفلاني هذا المقصود من الـ Life Cycle Hook هاي الأشياء كلها هنشوفها وقبل ما ابدأ بموضوع الـ ABI وهذا الكلام هذا طبعا اللي حكينا عنه اللي هو رح نربط طبعا مع ABI يعني تقدر تقول عليه تقريبا وهمي اللي هو هذا بيعطينا كنوع من محاكالة الـ ABI على سبيل المثال في حال جينا مثلا احنا اخذنا هذا الرابط todos نسخته هيك انا وحطيته في البراوزر بهذا الشكل لاحظ بيجبلي مجموعة من الـ todos اللي بنقدر نستخدمها بحال حطينا هون واحد اعطينا ID الـ To Do اللي بيبدلنا اياها فرح يجب لنا ID هذه الـ To Do تمام ونفس الشي ايضا يتوفر نفس الكلام لشي اسمه بس نحن غير مهتمين غير بس بالـ To Do's اللي عبناعمله وراح الاحظ هون عبيعطيك كمان ايضا انه فيك تعمل بوست لحتى تعمل طبعا تتخزن الشي جديد هدف كله طبعا الـ Rest API او انك تعمل Update او انك تعمل Delete جميل طيب الان قبل ما نبدأ بتعامل مع هاي الامور كلها خلوني بس نستخدم شغلة وهي نفقل عندنا شوي الـ Type Secret اكثر لحتى تتوضح لنا اكثر ما هي ايش هو بيعمل بالضبط الـ Type Secret طبعا احنا بتلاحظ انه في الدرس السابق انا ما تجنبت شوي الدخول في هاي الامور عن طريق اني انا كنت استخدم الـ Type Any مثلا وين كان فيه Type Any وين فيه Type Any هاي ابحث في المشروع Ctrl-Shift-F و Any بهذا الـ Component لاحظ الـ Type طبعه هو Any يعني اي شي انا بقبل منك تمام الـ Type Secret عادة ان الناس بتستخدمها لحتى يكون عطيها typing اكثر او او فبالتالي انا ممكن اهون اقل له اني هاي نوعها ما تدو فتدو هاي انا كيف بعرفها انا بعمل كلاس الغير بسميه تدو طبعا راح ننقل له المكامو فاصل حتى لا قدر نستخدمه في كده تمام لاحظ الان هو شغال بدون اي مشاكل لكن الان هو بحاجة مني اني انا اعرف ما هي محتوات هذه التدو الان اوز جيت ان قلت له انا في عندي عبارة عن id نوعيتها skill خلينا نقول وفي عندي عفوا في عندي انا text نوعيته string وفي عندي completed nوعيتها boolean بهذا الشكل انا عرفت شكل ال to do كيف هيكون تمام يا شباب فالان انا ممكن استخدمه بها كمان في اماكن كتيرة ممكن احطه هون لحتى اقول له اني انا بدي ال to do يكون هاي هي نوعيتها وهذا هو شكلها شايفين كيف? الان في حال انا في عندي اختلاف بشكل ال to do وبين الشي اللي عم بيوصلني هون رح يجيني مشكلة وهذا الشي رح يخليني اتعرف انا بشكل مسبق على المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب اختلاف نوع او شكل ال data اللي موجودة عندي هل ممكن تورينا مثال على هذا الكلام طبعا ممكن اكيد لحتى تتضح الامور اكثر رح يبين معنا هذا الموضوع في ال to do لما نحن عم ننشئ تدوج جديدة فاولا خليني انا انقل هذا الملف خاص فيه هون انا رح اعمل folder جديد باسم موديلز تمام? وخلي يلا موديلز. الان هون رح نزاعمل بقى فايل جديد باسم to do dot type script. وحنا عمل ناخد هذا من هون. حطه بهذا الشكل ونقول قبله export. ل default class to do. تمام? فهون الان انا بما اني مستخدمه بهذا الشكل انا محتاج اني اعمل له import. فانا بضغط هون او بكتب import to do from كذا كذا او اني بضغط هون بهالشكل وبضغط على space. وبننتقل الان ال to do لان هي اللي متل ما حكي هنا رح يبين معنا اكثر شيء. لان انحن هون عم بننشأل to do عبارة عن object بدون ما نحدد نوع. فالان رح نصير نقول انه هذا عبارة عن new to do وهي هي محتويات ال to do. بهي الطريقة. تمام? فلحتى نحقق هذا الشيء لازم نعمل بعض الاضافات امام ال constructor للclass اللي خاص فينا. رح يبين شوي طويل ال class لكن بعد هيك رح اواريكم طريقة لا اختصار الامور بشكل اكبر. فانا هون في ال constructor محتاج اكتب اكتب بهي الطريقة. هون فاصلة. فاصلة. هون ما في الشيء. اذا عبارة عن function هو طبعا عادي. بيحتوي على البرامترات اللي رح تصلنا. طبعا في حال انت بتعرف object oriented اكيد هاي الامور كتير سهلة بالنسبة لالك. الان بنبلش بالنسبة لالقيام. منقول this.id يساوي id. this.text يساوي text. و this.completed يساوي completed. طعم? فالان لاحظ في حال انا. طبعا انا محتاج اني اهون مش عارف. انا اخطاط بكتاب اجرب شغلك على السريع. اذا ال id نوعيته string والtext نوعيته string والcompleted نوعيتها. الان اه هون نحن بحاجة نعمل import. فانا رح اضغط على control space واضغط على import. تعال عملي import. الان لاحظ بلش يعطيني مشاكل. can't find name id. يا عفوان هون انا لازم بقى اشيل هاد الكلام. خلاص هي برامترات. هدول اللي positions. يعني رقم واحد برامتر الاول الثاني الثالث. تمام? لاحظ الان ما بيعطيني اي مشكلة. يعني بيقل لي انه شغلك مضبوط. انت هون عططيني string. هون عططيني string. هون عططيني boolean. طب اذا جيت انا هون وعطيته صفر. لاحظ. بيعطيني error. بيقل لي انت هون غلط شغلك. هاد انت number is not assignable to parameter of type boolean. يعني انا لازم هون اعطيك true true او false. ما بينفع ان اعطيي boolean. هاي هي بدأ بدأ ان هو يكتشف الاخطاء بشكل اسرع. وهي هي الهدف تقريبا الرئيسي من موضوع التيبينج اللي حكينا عليه. تمام يا شباب? طيب الان التلت اذا كتعلمنا طريقة مختصرة. نعم صحيح هذا الكلام. لحتى تعمل طريقة مختصرة. تجي لهون. بتكتب نفس الشكل تماما. هدول مالهم داعي. هدول مالهم داعي. تجي هون بتقول قبلها هاي اما public او private يعني كمان هل هي خاصة بهذا الكلاس او لا. الناس اللي بتعرف بتعرف هذا الكلام. وطبعا هون نحن بنحزف هذا الكلاس. فهون اه رح اشيلد كمان ايضا الاكسبورت عنا. بس انا رح اخليه بس لو كان مقارنة. اسان اكسبورت ديفولت كلاس تولي. ولاحظ الموضوع جدا صار قصير وسهل. وما بقى في عندك كل هاي المشكلة الكبيرة. تمام? فالان في حال جينا لهون احنا. نلاحظ انه كل شيء يعمل بشكل ناجح. بهاي الطريقة احنا استخدمنا الموديلز استخدمنا وطبعا هي مش بس اه خاصة بانجولر هذا الكلام او اي شيء جابا سكريبت حتى لو كانت انت في طبعا بيمكانك تستخدم كل هاي الامور. اه ما رح ندخل بالموضوع اكثر بس كان ضروري بس نحكي عنه شوي لاني القائم اصلا على من اللحظة الاولى اللي بدأ في هذا الجميل. تمام? الان. اه خلونا ندخل بقى الان بمواضيع ال اي بي اي. طيب لحتها تستعامل مع ال اي بي اي. الفونكشنز اللي انت بتستخدمها مع ال اي بي اي. تنظيميا انت لازم بتحطه جوه شيء اسمه سيرفيس. تمام? فالسيرفيس هاي احنا بنولدها بهالطريقة. خلينا افتح تير من الثاني. فبتقول انجي. جي من جنريت. اس من سيرفيس. ممكن تكتب سيرفيس. ممكن انت تكتب اس. وبتبدأ بتعطيها اسم لهاي السيرفيس. تنظيميا ممكن انك انت تحطه جوه مجلد. فنقول له مثلا سيرفيس سلاش. مثل ما عملنا مع الكمبونينت. ومثل ما عملنا مع الموديت. تمام? بحيث انه الاب عندي انا المجلد تحسه شوي هيك منظم يعني. تمام? ازا هون السيرفيس عطيناها هي هي. عبارة عن ملف وعبارة عن ايش? اه ملف اه للتست. طيب وحط لك هون انجيكتابل. والغرض من هذا الموضوع انك انت تقدر تستخدمها بشي اسمه بمعنى انه هو رح يبدأ. اه لما تكتب انت. هلا راح تشوف. يعني شوي موضوع ما هو اه ما بنشرح بالكلام. الان راح تفهمه احنا عم نشرح. الديبندنسي انجيكشن هي الغرض مننا. اني انا بقول له اني انا في عندي برامتر من النوع الفلاني فهو بيروح بيتعامل مع الموضوع الحاله. طيب في الكونستركتر عادة ما بيجي هذا الكلام. طيب الان اه انا محتاج فانكشن هون اسمه get to do's. طيب هذا الget to do's راح يعمل request للموقع اللي حكينا عنه من شوي اللي هو هذا. ورح يعمل request لهذا ال urr اللي حتى يجيب مجموعة من ال to do's. لاحظ هاي ال to do's كتير كتيرة. فنحن ممكن نحط بتوقع limit يساوي. عشرة. ما اشتغلت. خلينا نتأكد من ال you can view detailed example here. اه. في مشكلة عما يبدو here وين here. في مشكلة عندهم بالdocumentation. طيب انا بدي لمت. بدي لمت. طيب. طيب في مشكلة عندهم في الدocumentation ممكن نصلحوه قريبا. فانا تبحث عن الموضوع. وطلع انو لازم نحط هيك underscore لهم انت يساوي عشرة. لاحظ الان العدد صار مقبول شوي. اكثر. خلينا الان مبدئيا انا احط هذي هون. تمام? مبدئيا نخليها هيك. الان لحتى نتعامل مع ال نعمل request اه في فريموركس مثل react و view كنا نجيب package منفصلة غالبا كانت اكزيوس. بينما في انجولر الموضوع مختلف. الان في انجولر اي شي انت بتحتاجه وبتلاقي موجود عندك. تمام? فرح نجيب موديول الجديد ندخله على المشروع اسمه موديول. تمام? رح نجي هون نقول فاصلة. موديول. تمام? ورح نعمل له امبورد. امبورد. فانقول. ما بدك تساعدني باس كود ما بدك يساعدني. ازا امبورد. الاتش تي تي بي موديول فرم ات انجولر. سلاش. اتش تي تي بي. ما باعلي اوضح المغلط انا عم بكتب. خلينا نتاكد من جوجل. يا جوجل. اتش تي تي بي موديول كيف نعمل له امبورد. كيف نعمل له امبورد. ها في كمن هوني. طيب مشت كرام. هاي كمن. تمام? الان. اه. ريفرش. ما في عندي مشكلة الان. الان صار موجود عندنا جوه المشروع. الاتش تي تي بي موديول بنقدر نتعامل معو. فضمن السيرفيس طبعا الان. محتاجين نعمل امبورد. لشي اسمه. اتش تي تي بي. من نفس المكان هذا. اللي هو. ات انجولر. على كومون. على اتش تي تي بي. تمام? هون بقى في عندي بقى. دي بندنسي انجيكشن بيصير. فاحنا بنقول هوني. اتش تي تي بي. هو عبارة عن. من نوع. اتش تي تي بي. فالشي اللي رح يصير هون. انه انجولر. هيشوف اني انا هوني انا بحتاج لشي اسمه. اتش تي تي بي. هو من نوع. اه. اه. رح اعطيك ايه. رح اعطيك ايه. واجهز لك ايه بشكل تلقائي. ما رح نحن نبعثه هذا الشي. يلا رح تشوف كمان. فانا صار فيني هوني باجي بقى بقول. دوت اتش تي تي بي. اللي هي عائدة على هادة الشي. ماشي. دوت. get. وبعطي هذا الرابط. الان الشي اللي رح يصير هون طبعا return. return. هون ايه رح يصير ايش? الريكوست بقلت لهذا السيرفر. هينجاب معنا. الان بدنا ننتقل الى التودوس كومبوننت اللي عندنا هون. وبدنا نحذف هذه الاراي. بدنا نحذفها. ونستبدلها ب ايش? ب. الريكوست من من هذا السيرفر. فهون كمان رح نستقدم شي اللي هو ورح نقول له اني عطيني ازا سمحت يا عزيزي اللي هي هاي اللي عملناها. بدي انا انا محتاج لها فانا بجي لهون بقول له. private to do service. نعطيها اسم مختلف. هنزغر اسم بدايتها لحتى تكون اسمها مختلف. وهي من نوع طبعا to do service. ولازم نعمل امبورت لل to do service. تمام؟ هلا بقى اللي رح يصير النوع الانجولر من نفسه. رح يجيب ال to do service ويعطيني اياها جاهزة. ال dependancy injection اللي عم بتصير هي شي كتير بيريح وبساعد وبسهل الامور لاني في حال ما كانت موجودة تتخيل انت عندك class to do component بياخد object من نوع to do service. والclass to do service بياخد object من نوع htp client فهدول كلهم لازم تعملهم انت وتبعتهم. فمفهوم ال dependancy injection هو لحاله بيصير بيعملك ال object وبيعطيك هي جاهز. تمام؟ بتمنى اكون يعني وضحته للكم بشكل سهل يعني ما بعرف اذا في عندكم اي تساؤل عن هاي الامور او اي شي طبعا اكتبوا لي في تعليقات وراح اجاوبكم انا عنها. تمام؟ فال to do service الان صار فينا نستخدمها. بنجي لعند شي هون اسمه ing on init. ing on init هاد انا بيشتغل اول ما ال component بيدخل في ال بيشتغل في ال browser عندي. فهون بيصير في شي اسمه هاد اسمه life cycle hook. تمام؟ في غيره في اشياء تانية لما بصير update لل component لما بيتغير لما لما لكن هاد اول ما بينعمله init. اول ما بيشتغل. ولحتى تستخدمه طبعا اه بس بتكتب ing on init وهذا function void ما برجع اي شي. لكن بتشغل متل hook هو بتشغل اللي بدك اياه. فراح نقول له this dot to do service dot get to dos اللي هو ال function اللي نحنا عملناه. وممكن يعني ممكن نعدل شوية ال function ونحط هون برامتر مثلا الكمية اللي نحنا بدنا اياه. مثلا هون ان اقول له بدنا خمسة. تمام؟ فهون بال to do service بتجي لهون انت بتقول له زائد اللي هو برامتر من نوع number تمام؟ لاحظ الآن بدون مشكلة. ازا شلته انا هذا بيعطيني خطأ. ازا حطيت string اصلا. بيعطيني خطأ. فانا بدي number. طيب بعد ما اشتغل الفنكشن اش رح يصير هون رح يعطيني observe يعني اه شي بشبه ال promises. بال promises نحنا بنكتب dot then هون رح تكتب subscribe. هذا ال observable هذا هو عبارة عن اه بشي بساعدك حتى في اشياء ال real time. فبيكون اه بيعمل subscribe مو بس مرة واحدة. لكن ما عندنا مجال كتير دخول في في موضي ال real time. لكن مبدئيا اعتبره انه هو شي مثله مثل promise. بس خلي الكلام اللي قلت لك يا في بالك لانه رح يلزمك بعدين. هون رح يعطيك ال todos القيام وانت لازم بقى تستفيد منه وتقول له انه this dot todos يساوي todos اللي وصلتني هون. فطبعا هو رح يبدأ يعطيك error bl typing لاني هاي ال array هو محتاجي يفهم عن نوعيتها اكثر. فبنقول له هون انه todos هاي هي عبارة عن اه ال array محتويات هاي ال array هي todo. عفوا. تمام? وال todo طبعا نحن محتاجين نعمل له import. جميل هذا الكلام. الان هون هو نحن محتاجين ايضا انه نفهم نفهم مين نفهم السيرفس انه هي عم بترجع انها todo. ففي السيرفس هون بدنا نجي ونقول انه هاي رح ترجع عبارة عن تمام? ورح هيكون نوعيته عبارة عن todo. عبارة عن مصفوفة من هذا الشيء اسمه المشكلة انا ما عم بقدر كتير اني اه اتوسع في امور بس عبحاول اشرح بشكل سريع. انا احنا مو 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 اعانجولار اذا انت الامور ما كتير واضحة لقلتلك سألني اي سؤال انت بتحب? اذا كتير مهتمين كمان ممكن نعملكم كورس كراش كورس صغير لمدة ساعة كمان عن فانا هوني في ايضا اه محتاج كمان احط جينيريك هوني حتى يفهمه اني هو رح يرجع طيب الآن لاحظ يا شباب الآن شغال الجبلي هو مجموعة من القيام وفي منها كومبليتد لاحظ الرابعة بس التكست هو اللي فيه مشكلة بتوقع الشكل هو مختلف اسمه هوني فانا اما اني انا اعمل ماب وابدل شكل الداة او اني ممكن نغير باختصار شكل الابجيكت ونرتاح فاميجي هون محتاجين نغير اي مكان فيه تكست محتاجين نبدله لتايتل كان لازم نحسب حساب هذا الكلام هلا زيستو التكست هون ما كتير هي مأسرة هوني بالطباعة التدو الوحدة ايضا اي مكان في التمبلت اذا هوني بيطبع هو بالنسبة له دوت تكست رح تصير دوت تلاحظ الان جاب لي قيم بدون اية مشكلة وفينا نتعامل معهم ايضا بشكل جدا طبيعي الان هون ما انا بجي بقول له هيك اضغط ايضا شغال بدون اية بدون اية مشاكل بس اش هيك هيك شغلة سريعة بالموديلز تمام عدلناها ايضا اف مشكلة اصلا بيبقى اني اشتغل الفون بيبقى ما في عدلها المشكلة تمام الان بهاي الطريقة نحن عملنا كتير شغلات يعني ممكن تكون غريبة عليك شوي اه برجع لك ايها بشكل سريع نحن عملنا عملنا شي اسمه اللي هي بتحتوي على بترجع عنا داتا ممكن تيجي هاي الداتا من من وهذا غالبا يعني ممكن تيجي من اماكن ثانية مثل مسلا مثلا او اي شي تاني على حسب انت يعني اللي بناسبك بس غالبا هي انت تكون عم بتعمل مع وهذا الابي اي ممكن يكون ممكن يكون عادي تمام مثلا الحال اللي موجودة عندي هون انا اه اه اعتمدنا على على موضوع لحتى هو يساعدني ويعطيني بعض القيم له هاد هون ونفس الشي باخدنا هاي بقى الكلاز كله وجينا لهون حطنا لحتى يصير متوفر عندي ضمن هذا الكلاس وقدر استخدمه وجيت هون قلت له انت يعني اول ما بيشتغل تقريبا ممكن تقول اول ما بيفتح الصفحة اها شوية ماويدقيقة اول ما بيفتح الصفحة اول ما هذا الكمبونント بينعمله انت اول ما هو ببيبدل حتى ينزل في البراوزر ممكن نبحث يعني نرجع على الانجولار ونقول نطلع عليهم بشكل سريع. اذا هون فعبيقلك ايش اللي هي لما بيصر له وهون رح يعطيك مجموعة من ايش اشياء لما هي عكس تقريبا تقول افتر فيو انت كل واحدة وفي الها شغلها لكن اه كلهم بشبهوا هاي بس انه متى بيتنفز هذا الكود اللي حطينا هون تمام يا شباب فطبعا عملنا لها وحطيناها هون واضطرينا ان نتعامل شوي مع موضوع بان احنا عطينا هاي نوعية هتو دو وانينا رحنا لهون وحطينا اي اوبزيرفابل وقلنا له هاي بترجع تو دو اللي هو الريتيرن تبع الفنكشن هون احنا عم نقول وهون قلنا له للجت انه انت رح ترجعيننا مجموعة او قرأي من التو دوز تمام طيب الان خلصنا من الجت تو دوز لكن لازم الان ايضا لما بتعدل على اي قيمة هون لازم نبعث للسيرفر ايضا نقول له انه احنا هاي القيمة صارت كومبليتد لما منحذف لازم نقول له انحزبت لما بنضيف لازم نقول له للسيرفر ايضا انه انا نضافت عندي قيمة جديدة لحتى يعمل هاي التعديلات كلها على الünüz عنده طيب كيف بنعملوا الموضوع الموضوع كتير سهل وكتير بشبهها اللي عملنا بجت تو دوز خلونا نبدأ بالoh التو ديليت طيب طبعا هون التو ديليت لحتى انتكون شغلة نوضح شغلة انا ممكن اساميها ديليت تو دو بس انا ممكن ما اكتبه لذي ممكن اكتب ليتو ديليت vyش لان هي عائدة على التو دو سيرفس تمام اا الديليت عادة طبعا نحن لازم نعطيه اي دي التدول اللي نحن بدنا نحذفها ففي عندنا برامتر اسمه اي دي وهو من نوع نمبر تمام بشكل مشابه كتير للي عملناه هون طيب لكن النوع الريكوست هو ديليت اللي هي بقولوله اتش تي تي بي مثال تمام المت ما في المت ما في هالحكي هات كله بس في عندي توقع البرامتر هو اي دي يساوي اي اي دي اذا نبعتلي ديليت ريكوست لا لهذا المكان او لا عفوا ما هيك لازم نقول سلاش وبعدين ال اي دي هيك رس اي بي اي بيكون شغال عادة وغالبا هيك الناس رح تكون ماشية على نفس ها ها دا الشكل من الروعبط طيب هي الطريقة اللي انت تعمل فيها طيب الان وين لازم نستخدم هذا الفانكشن بنستخدمه بالتو دو وينك يا تودو? هاي تودو. فمكشن صغير كتير بس ما بعرف ليش انا اضايع كل هالشي. بنقول هون بقى بالكونستركتر بنقول له دوت. آآ تودو. خلينا ننسخ من هون. نسرق على حالنا الامور شوي. ازا صار بدي هذا الكونستركتر انا استخدوه. انا هوني بحطه. انه هو تقريبا نفسه. او مو تقريبا تماما. ازا هاي هي. الان هوني بقول انا طبعا انا ما بديها فيني انا احذفها. ولازم احذف هون تبعها. تمام? وهون ايضا لازم احذف الامبور طبعا هذا. بها الشكل. اللي هي الانترفيس. طبعا? انا ما فيني ادخل بكل هالتفاصيل الان. آآ ما هي طيب الان لما انت بتعمل عم نعمل وعم نحذفها من انا بدي ايضا تحذفها من السيربر فاش بتقول بتقول دوت. آآ 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 و رح اعطيك انا مين? آآ آآ الطبعا هون الطبعا بس تأكد من شغلة هيكة. آآ نوعيتها هو انتيجر. بس نحنا في شغلة لما عم نولد التودو. لما عم نولد التودو بالكريات عم نعمل نوعيتها ايش? آآ يونيك ايدي اللي هو نوعيته سترينج. فانا رح احل هالموضوع بعد قليل بك المبدئيا رح اكتب هون يعني. تمام? لحتى الموضوع يمشي شوي. تمام يا شباب? فالان ايش? لا التودو هاي. طيب? والان ممكن نقول دوت. سبسكرايب. و ممكن هون احنا ما بنا نعمل شي طبعا بدنا بس نقول. او اقل لك شي خلينا نحزف من اليو اي لبعد ما ينحزف مين? من السيربر. تمام? آآ فهون يعني تنحزف مشكل ساكسف. ساكسفول على السيربر. بعدين نحزف هون. غير نضغط delete. روح على network. اذا هون عملي delete بدون اي ات. مشاكل لاحظ الان عم بتتأخر شوي لاش? لان هو عم بيحزف على السيربر اولا. طبعا هذا كله هو عبارة عن يعني placeholder مثل ما اقول لك عبارة عن شي وهمي. ما هو شي حقيقي يعني اذا اضغط التحديث رح يرجع ويجوا بقيام. لكن لو كان في سيرفر حقيقي رح يستقبل ال request ويحثبه. فهو فعليا رح ينحزف. ونحنا ك front end هون ما رح يختلف معنا اي شي. تمام يا شباب? هاي ازا ان طريقة عمل delete. نفس الشي انزاجينا بقى بدنا نعمل update. فانا بدي ارجع عال service هون. واعمل function جديد اسميه update. update. وهالمرة رح يصيب جيني todo كلها. تمام? از عن todo. وممكن نعطيها نوعيتها. اللي هو todo. بقى اول شغلة اللي هو عبارة عن. هو رح نحط todo.id. اعبر المثود هي boot. تمام? وانا هون ما كتير مهتم بالشي اللي رح يبتغل تبقاني. لا عفوا خلينا نحسفه بالشكل. طيب ازا اول شغلة هذا هو الرابط اللي بدي يروح عليه. بعدين بدنا نعطيه ال data بقى. فال data هي فاصلة. مين التدوق اللي بدنا نبعطها. خلينا اقام بقى نروح لل update هون. هنسخ الكود اللي كتبناه هون اعمله control c و control v. طبعا هون ال event هو tagl بهاي الطريقة. tagl عم بتصير فوق. tagl عم بتصير فوق. فاحنا ممكن ايش نعمل? ممكن ما نحط هاي هون. ممكن نروح على تدوز. ونعمله هون. لاحظ انا هون لان هو عم بيعطي. آآ tagl element هون عم بيعمل للعملية. شايف? فانا فيني اجي هون اقول له هايك. بهالطريقة. واعمل العملية انا هون. فالشي اللي راح نعمل هلا هون احنا. نعمل update. شوية الكود ممنعكش صار كأنه. هنرتبه هلا بعد شوية. ازا نزيس عمل لي update من لا. طيب. آآ و الان لما بيجي بعمل انا tagl هون هيك. لاحظ انه هو بعت request. وعمل له ايش? انه completed true. رجع شيل. عمل وصارت هو لاني هدر السيرفر عبيرجع القيمة الجديدة اللي عبتصير عندي. فانا آآ ممكن. برأيك عند جاهل او خلاص طيب. آآ طيب. ممكن هون نعمل بس هيك look بسيطة. نقوم. ونقول to do updated مثلا. طيب. آآ انا برأيك خلينا نشيل هاي من هون كمان. حتى تكون الامور ارتب وانظم اكتر. ونخلي الموضوع كله يصير هون. هو هون عم بيعمل فلترة. وهون راح نعمل update delete لل to do dot id. اذا هاي هون delete on server. وهون جواتها. بعد ما تخلص delete من السيرفر روح عملي delete هون. تمام? فبالتالي هوني انا ما عد بدي كل السيرفرس. وانا برأي هيك الموضوع صار منظم اكثر. شيل السيرفرس كلها من هون. رجع هذا تقريبا متل ما كان شيلة من هون. ما بقينا بحاجتها. برأي هيك ارتب ومنظم اكثر. خلينا نرتب شوي هون كمان. هون انا ممكن نعمل اه بالاول. متل ما عملنا بال delete. عمل ال update كلها عياتها خلص. آآ وبعدين. وبعدين امين. بعدين ادخل لهون. اعمل عليها ماب. يعني شوي انا حاسس هيك الكود ارتب بعض الشيء. وطبعا احنا محتاجين. محتاجين هون نعمل شغلة اني نقول يساوي وهون ما بقى في داعي نحط هاي نقول اذا كان نفسه هذا طيب يعني هاي فيك تستخدمه هلا صار لحتى تعمل هذا التحت هذا صار بيعمل مو بس يعني ممكن تعمل برة وترجع تعمل تسميه update وتعمله خلال نعمل الموضوع هون نقول عليه مثلا update to do تمام وهو بيعمل هاي القصة كلها طيب بور اكيد رازم ياخد برامتر اللي هي مين اللي هي to do فهون انا بقى له this.update to do امور شوي تنظيمية فبالتالي اذا عملت لك فورم لعمل update فيك تستخدم صار نفس هذا الفنكشن بدون اي مشكلة طيب ام فو رح يعمل لك update للسيرفر و update لل UI عندك خليل نجرب نلعب شوي الان نقول شغل 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 دون مشكل شغل دون مشكل طيب ايش ضل عندنا ضل عندنا نعمل اللي هو اللي هو بمنتهى البساطة بشكل جدا مشابه add control c control v add to do هالمرة رح نعمل الريكوست على type method هو وما في احنا عم نعمل شي جديد رح نبعت مين فبمنتهى البساطة بشكل مشابه ايضا هون عندي اه بجي لهون بقل له control c control v بقل له add ولما تخلص وتضيف على السيرفر تعمل هون الري فالان رح عامل طبعا انا دائما عيني على الناتورك لحتى اشوف ان كل شي شغال نظامي عندي add لاحظ اذا انضافه عبيقلي ايش انضفتلك اياه واخد هاد ال id 200 واحد واخد هاي التايتل وما عندك اي مشكلة هون يبقى انا ال id صار 200 واحد معناته انا لازم انا لازم هون اعمل شغلة اني انا ما اولد ال id لوحدي انا توليد ال id لوحدي اه ما غلط لان صار السيرفر هو يعطيها id فلازم نعدل هاي المسألة اه وتعديله رح يسبب لي مشكلة مع type وينك وينك انتك انا اي هي هون لاحظ شلت انا فالان ال to do هاي انا هون ممكن احط ممكن افهمه انه هاي optional تمام optional مو هاي كبتنكتب optional اما حد ما صار يكتب لغات برمجة صار ما بقى يضيع بياناتهم تحط هون قيمة افتراضية واللي هي نفترض انه عبارة عن string فاضي بالاول بيكون تمام وانا شايف انه نحن ما بقى في داعي للموضوع string كله صار فينا نعطه number طيب لان انا من شوي قلنا انه نحن راح نعالج هاي المشكلة وهيك نحن نكون نعالج ناحق ال id هو number انا بشغلي كل عياته صار فما بقى في داعي لل string اول كنا بس لاني عم نعمل generate the unique id فكنا حاطينه string فهو صار number الان فانا لما بيجي لهون انا بعمل create طبعا هذا البرامتر لازم ننقل ترتيبه بقى للثالت بمعنى نحن ما راح نمرره بس اول اثنين عفوا to do هاي هي تمام يا شباب فالان لاحظ ما بقى عندهم مشكلة معي وعداني من هوني وصلت لو اين انا معناتها وصلت لا للآد to do طيب هوني انا لا انا محتاج القيمة اللي رجعت لي من السيرفر فانا محتاجها لوتو تسبسكرايب سبسكرايب والقيمة اللي ايجتك عملي log مبدئيا لا لا سبسكرايب مكتوبة غلط لا تنسى تعمل سبسكرايب للقناة على سيرة السبسكرايب تمام سبسكرايب ليش يكو عم بيصير معي شكلي انا مالي عم في ال ها 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 غلط كل هالحكاية غلط انا اوين عم بكتب هوني احنا عملنا اه امتل ال اليفنت و اليفنت رح يصل وهون في سبسكرايب رح يعطيني هو مين رح يعطيني عفوا احنا عملية سبسكرايب يعطيني الجديدة او ممكن اسميها وهالمرة لازم اعمل لها ليش لانه هي بتحتوي على ال ال اي دي بينما هاي ما بتحتوي على ال اي دي قبل ما نصلح موضوع خليني اعمل لك امريك الفرق بينها هاي اللي هي احنا احط التو دو اول وهي هي ال الان لما بجي لهون انا وبكتب قيمة وبضغط على اد وباروح على كونسول لاحظ التو دو هنا ال اي دي صفر بينما هون ال اي دي هو ال اي دي الحقيقي تبع السيرفر ولاحظ انه عبيرجع بيرجع ميتان واحد لانه هو عبارة عن شي اصلا وهمي ما بيضيف شي على ال الان لازم انا هون احط ال نيو تو دو هون عب يقلي انه التو دوز هي الراي من خلنا اعمل هيك هاي لايت عب يقلي انه هو انت عب تطيني اوبجيكت ما عب تقلي اش نوعيته وعم بتروح بتحطه جوات الراي من التو دوز لازم تفهمني لازم تفهم انه هاي عبارة عن رجعانة هي نوعيتها تو دو كيف بعمل هذا الكلام بروح على الموديل على السيرفرس عفوا وبقول هون انه انا رح ارجع لك يا صديقي وهون كمانة لازم البوست بتجينيرك هنا تقول كمانة ان هي رح ترجع من تو دو عفوا هون مو تو دو هون الابزيرفابل ورح نحط معه جينيرك تو دو بدون اقر اي طبعا لاني رح نرجع تو دو وحده تمام خلنا نجرب اد اشتغلت اشتغلت راح للسيرفر ورجع و اي دي 200 واحد وممكن من باب التوضيح اكتر انحنا نطبع الاي دي الى جانب النام فنروح على التمبلت هون ونقول اطبع لي هيك هيك يعني مربع كزا نعقص كزا هون طبعا الاي دي وليس التايتل اللي حتى دي رمز الاي دي رقمه واحد اتنين تلاتة اربعة اد 200 واحد اد كمان 200 واحد لاحظة هون هده رح يسبب لي مش كده لان انا لما اجي واضغط delete رح ينحس فومين الاثنين ليش؟ لان اتنتهم لهم نفس الاي دي هدا الكلام كله لان نحن virtual ما ناشي حقيقي لذلك عم ياخد نفس الاي دي هل ممكن نحل الموضوع بصراحة ممكن نحل الموضوع تعرف شلون بدل ما نعمل يعني شكلة الاي دي بس هون بالفلترينج طبعا ممكن نعمل شكلة كل خليني اعمل لك اد اد لاحظها المرة حضرت بس ال يبقى هيك ما بقى عندنا مشكلة انا شايف اني تبعنا تقريبا حاشته الى هذا القدر مهي رح يكون نقطة بداية طبعا جدا ممتازة للكم اي شي انتو بعدين حاببين تتعلموه ممكن تتفتح التوثيق وتبدأ تتوسع في الامور خصوصا اذا انت عندك معرفة وخبرة مع اي اخر كلهم بشبهوا بعض طيب يا شباب في حال حاببين اني نحن في شي موضوع مثلا حسيته صعبة عليكم انكم تدرسوا حاببين اني انا اعمل فيديو عنه وما في عندي اي مشكلة اه وطبعا الكود موجود في وصف مربع الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا اشتركوا في القناة